بسم الله والصلاة والسلام على شرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى الله وصحبه اجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم ان شاء الله اليوم راح يسوي برنامج جدول table view سمي test next انا بخزن بسطح المكتب طيب نجي هنا على view controller ui view controller نحط ui table view ونحط متغير نسمي array مصفوفه يساوي string كده كده طيب الحين array نساوي نفتح cos ونحط متغير مثلا بنكتب one two three خط نحط متغير على سبيل المثال نحط متغير TablesView نحن نضع أدد الأسطر يقول له يعني العدد العدد اللي بداخل المصفوفة هذه ثلاثة لو نزود واحدة يصير ربع عدد نستخدم دالة ثانية table view اللي هي علشان الخلية اللي هي sell table view sell for rose at indexberg طبعا هذه علشان نتحكم طبعا يبني شوف هنا نجيب هاي نحطه اربع عيش نحطه نتحكم اه هنا باسك شو تقليد يصير طبعا نكمل بعدين نريكم نتغير var نسميه sell يساوي self.table view .dequire او ما ادري امر طويل sell indexberg file . . . . . الامر هذا علشان نتحكم بالقطعة هذي اللي هي التايتل هذي نتحكم بالقطعة هذي نقول . 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 هنا الخيار هذا نضع class view controller ونضع ونشغل التطبيق هذا هو طلع لنا 1 2 3 طيب نرجع هنا واحد يقول ما أبي يقول ما أبي يقول ما أبي الوقت لفوق هذا نبي أبي يخفي الوقت والبطارية كده أمر هذا هو prefer status bar يقول له رجع لنا retain 3 وشغله اختفى الوقت والتاريخ مفهوم وهذا والله علم وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى الله وصحبه أجمعين باية